الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة السادسة من الوحدة السابعة والتي تكلمنا فيها عن الخبر المردود ببيان الضعيف وأقسامه وتكلمنا عن المردود بسبب سقط في السند وتكلمنا في ذلك عن الحديث المرسل ولازلنا في الكلام عن الحديث المدلس وسيأتي الحديث إن شاء الله عن المردود بسبب الطعام فرغاوي نكمل مساء المتعلقة بالحديث المدلس فنقول المسألة السادسة في حكم التدليس أما تدليس الإسناد فمكروه جدا هذا حكمه ذمه أكثر العلماء وكان شعبه من أشد العلماء ذما لذلك التدليس وقد نقل عنها أقوال كثيرة منها التدليس أخو الكذب وما أشبه ذلك من ألفاظ شديدة كان يستخدمها شعبه في التحذير والتنفير من تدليس الإسناد وأما تدليس التسوية فهو أشد كراهة من تدليس الإسناد حتى قال العراقي أنه قادح في من تعمد فعله يعني من تعمد إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهم الآخر فقد يكون هذا الفعل قادحا في عدالته أما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد مع أنه مقروه أيضا في الجبلة لأن المدلس هنا في تدليس الشيوخ لم يسقط أحدا وإنما الكراهة بسبب تضيع المروي عنه وتوعيل طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهيته يعني بحسب الغرض الحامل عليه بحسب الغرض الحامل عليه وسيأتي بيان الأغراض الحاملة عليه إن شاء الله المسألة السابعة الأغراض الحاملة على التدليس أما بالنسبة للتدليس الشيوخ فالأغراض التي تدفع المدلس إلى أن يفعله هي أربعة أولها ضعف الشيخ الذي يروي عنه أو كونه غير ثقة فيحب أن يخفيها على من يروي أمامه فيقوم بتدليسه يعني بوصفه بما لا يعرف أو ما أشبه ذلك الحامل الثاني السابع الثاني الذي يحمل على فعل تدليس الشيوخ هو تأخر وفاته يعني وفات الشيخ الذي يروي عنه بحيث شاركه في السماء منه جماعة دونه يعني كبر الشيخ فأصبح أناس صغار السن سمعوا من ذلك الشيخ الكبير الذي يدلس عنه فيقوم من يروي عنه وهو أكبر من هؤلاء الصغار يصفه بما لا يعرف حتى يعني يوهم عدم مشاركتهم في السماء منه الدافع الثالث صغر سنه يعني يعني يكون يروي عن شيخ صغير ويكون أصغر من من يروي عنه فإذا روى الإنسان عن شيخ أصغر منه فيدلسه بما لا يعرف حتى لا يبين ذلك الحامل الرابع كثرة رواية عنه يعني كون الرغاوي المدلس أكثر من رواية عن ذلك الشيخ فلا يحب الكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة فيدلسه يذكره مرغى بيكن يأتهمه مرغى بلقبه مرغى ينسبه إلى جده ويسقط أباه وهكذا أما الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد فهي خمسة وهي توهيم علو الإسناد والثاني فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير والحامل الثالث والرابع والخامس الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ ننتقل إلى المسألة الثامنة وهي أسباب ذن المدلس وهي ثلاثة أسباب الأول لأنه يوهم السماء ممن لم يسمع منه فهذا هو السبب الأول إيهام هو السماء ممن لم يسمع عنه أو منه السبب الثاني في ذنبه عدولة عن الكشف إلى الاحتمال وعن الشفافية والوضوح عدل إلى الاحتمال والإيهام السبب الثالث علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا فهذه هي أسباب ذن المدلس وفعله المسألة التاسعة حكم رواية المدلس اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال أشهرها قولا القول الأول رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماء يعني وإن صرح بالسماء لماذا قوله لأن التدليس نفسه جرح هذا القول الأول هو قول غير معتمد القول الثاني التفصيل وهذا القول هو الصحيح كيف نفصل؟ التفصيل بأن نقول أنه إن صرح يعني رواو المدلس بالسماء فلم يروي بالعن عنه قبلت روايته أي إن قال سمعت أو نحوها أخبرنا أو حدثنا أو مع شبه ذلك قبل حديثه وإن لم يصرح بالسماء لم تقبل روايته أي إن قال عنه ونحوها لم يقبل حديثه هذا القول هو القول الثاني وهو الصحيح المعتمد المسألة العاشرة بما يعرف التدليس؟ يعرف التدليس بأحد أمرين الأمر الأول إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا كما جرى لابن عيين حينما مضى بيانه في المحاضرة السابقة لما قيل له لما قال هو عن الزهري فقيل هل سمعت من الزهري؟ قال ولا ممن سمع من الزهري فبين أنه دلس عنه الأمر الثاني الذي يعرف به التدليس وهو نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع آخر مسألة عندنا وهي أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين وقد اعتنى بها علماء الحديث فألفوا فيها مؤلفات كثيرة منها على سبيل المثال ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي واحد في أسماء المدلسين سماها التبيين لأسماء المدلسين والآخر أفرد كل منهما لبيان نوع من أنواع التدليس هذه ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي أيضا من المصنفات كتاب التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي وقد طبع هذا الكتاب وحقق في رسالة أيضا من الكتب المصنفة وهو من أجودها في ذكر المدلسين كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا ما تيسر قوله عن التدليس وبهذا نكون انتهينا من التدليس وانتهينا مما يتعلق بالمردود بسبب سقط في الإسناد والله أعلم وصلى الله على ابن محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته